نريد أن نأتي في هذا الفيديو ونرى انفجارات التحديثات من MIUI 12.5 الحالية والانفجارات المستقبلية التي سوف تكون في القريب العاجل كمان في عنا انفجارات بالمستقبل كمان في تحديثات مزبطة هاجيهاي كمان 12.5 نريد أن نرى ماذا هي الأجهزة القريبة بإذن الله والتفاصيل التحديثات وكل شيء عن التحديثات تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يصيرك كل جديد من هذا القناة اللي انت بتحبه ويتحبك وإلى الفيديو تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفيك في حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم بدنا نيجي يشوف التحديثات اللي وصلت التحديثات القوية مع التحديثات الأقوى منها بدها تيجي وكمان قوية نشوف هذه إيش التحديثات اللي وصلت أول حاجة أنا قلت وحكيت إنه في عنا التحديثات عدة أنواع خلينا نركز مع بعض رجاء يعني اللي بيشاهد الفيديو ما يقدمش كتير لأنه في حاجات مهمة بتنسأل بحكيها في الأوهل بتلاقيه بيسألوني عنها يعني شاهد الفيديو كويس عشان تفهم شو أنا بحكي التحديثات الموجودة عنا تحديثات مستقرة تحديثات تجربية بتيجي للناس المسجلين اللي سجلوا معنا سجلنا مع بعض فيديوهات كتير أنا عملت عنها هذه بتيجي للمسجلين فترة صغيرة وبعدين بنزل لعامة الناس وفي تحديثات البيتا اللي بتيجي للمطورين وانت بتفك البوتلودر وبتحط ركافر معدل وبتحط نسخة البيتا هذا بفوم عنه أنا عملت أكثر من مرة وعملت فيديوهات على فك البوتلودر وعملت فيديوهات كيف تنزل الروم الرسمي بشكل عام على أي جهاز بدكية وتنتقل من أندرويد 11 لعشرة من عشرة لعشرة زي ما بدك في عنا اليوم هذه التحديثات صارت تصل على هيئة أنواع عشان انت تفهم ايش الأنواع هذي لازم تعرفين شو التحديث اللي جاهي أنا بأجي بتبع معكم أنتم ملاحظين أنه أنا بتبع كل التحديثات أنا أولا بأول وبعدين في عنا الركافري في عنا الـ OTA وفي عنا الفاست بوت وعملت عليهم فيديو التلاتة هذول ايش الفرق بينهم وحطوا لك في العالمة البيضاء ايش الفرق بينهم طيب خلينا نيجي نشوف مع بعض ايش التحديثات المهمة جدا والتحديثات اللي هتيجي مهمة جدا طلع معيها بسم الله الرحمن الرحيم عنا الريدمي 8A وعنا النوت 7 النوت 7 أجاله 12.5 على أندرويد 10 ملاحظين الأجهزة الصغيرة شوي جايها نوت 7 زي النوت 7 جاي له أندرويد هو أندرويد 10 جاي له 12.5 على أندرويد تابعه ما تغيرش الأندرويد يعني التحديث هو واجهة التمني 8A الصين أجاله 12.5.1 وهذا التحديث مهم جدا يعني العالمي عده أجاله هذا معناها يعني وهو عبارة عن تحديث 12.5.1 على أندرويد 10 راكافر الروم الردمي 8A أيضا أجاله 12.5.1 على أندرويد 10 وهو تحديث راكافر الروم للنسخة الصينية يعني النسخة العالمية قريبا جدا تاني وكانت المفاجأة طبعا ضمن التحديثات اللي حكينا عنها قبل هيك الردمي 9A أجاله تحديث 12.5.1 على أندرويد 11 وعملنا له تحديث وأموره لوز اللوز وأموره تمام التمام وأموره أحلى من التمام وهينا عملنا له تحديث 12.5.1 اللي هو هذا الردمي 9 صحيح سلس وممتاز جدا أنا مبسوط منبهر منه صحيح تحديث حلو طيب الردمي 9 العالمي عليه تحديث 12.5.1 أجاله نوعة راكافر الروم بس هنا فيه شرط أو فيه حاجة للمسجلين المسجلين المسجلين أجاهم إذا أنت مش مسجل انتظر أسبوع بصلك أو أقل إذا كان مستقر إذا بتكاشت انتظر ومستعجل اتصل أواحة صاحبك قل له ابعت له بالله الحساب المي حساب الشاومي وحط الرقم السر بنزل لحاله التحديث هذا حل أحلى حل هذا إذن الردمي 9 للمسجلين حاليا بعدين مفاجأة جديدة الردمي 9 العالمي طبعا كله عالمي الردمي 9 العالمي أجاله التحديث 12.5.1 على أندرويد 11 وهو للمسجلين أيضا للمسجلين ونوعه التحديث وكمان تحديث حلو جديد الردمي 10 الردمي 10 أجاله تحديث جديد وهو عبارة عن 12.5.2 على أندرويد 11 وهذا كنا نستنى من زمان هذا 12.0.1 بيكون عندك تأخذ النسخة الصغيرة الـ OTA بصير 12.5.2 أو وهذا أجال كل الناس أقول لكم هذا بيش فيه غلب كتير أجال لكل مجاشة المسجلين الردمي 10 ريحوكم يعني كل واحد لازم يكون وصلك الردمي 10 التحديث إذا ما وصل كاش مباشر نازله يدوي وأنا عملت أكثر من فيديو على اليدوي حط لك أي فيديو أو فيديو الأساسي لليدوي والآن خلينا نجي نشوف الانفجارات المستقبلية اللي جاي قريبا 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 جدا سوف يكون هذه التحديثات اسمع معيها اسمع معيها ريدمي نوت 8 برو الهندي طبعا ما وصلوش هيصلوا هيصلوا 12.5 12.5.2 هيصلوا على الاندرويد 11 مع بعض يجي الاندرويد 11 مع اللي هو 12.5.2 الريدمي نوت 8 انسيناها الريدمي نوت 8 الـ 12.5.1 هيجي على الاندرويد 11 للصيني النسخة صينية طبعا دغري مباشرة إن ما اتطرت في بلاد بشر بلاد النسخة الصينية إذا أجت مباشرة إن شاء الله العالمية الريدمي نوت 8 الروسي تحديث مستقر 12.0.1 يعني الريدمي نوت 8 الروسي هيجي له اندرويد 11 سلام يا صحبي الريدمي نوت 8 هيجي له اندرويد 11 الريدمي نوت 8 الأوروبي أجاله 12.0.2 طبعا أنا بقول أجاله عفشو أجاله يعني يعني مستقبل يعني الحين ممكن يجي يعني استنى هيصلك خلص خلصنا موضوع الريدمي نوت 8 الأوروبي 12.0.2 على اندرويد 11 يعني اندرويد 11 للريدمي نوت 8 التركي الأوروبي الريدمي نوت 9 التركي للاندونيسي التركي والاندونيسي 12.5.1 على اندرويد 11 12.5.1 على اندرويد 11 الاندونيسي والتركي للنوت 9 يعني 12 ونص للاندونيسي والتركي للنوت 9 البوكو X3 الاندونيسي أجاله وتحديث 12.0.1 للاندونيسي البوكو امتو البوكو امتو اهلا وسهلا بالامتو اتناش فاصل يعني الامتو اندرويد اندرويد احداش الامتو يعني قرب يصل لايش قرب يصل للتسعة اي والتسعة سي والاجهزة هادي اللي اني نعارفينها تمام وشوف معي هان الميت انتي لايت الاصدار العالمي تحديس اجاله اتناش فاصل خمسة فاصل اتنين على اندرويد احداش اوتي اي اتناش فاصل خمسة فاصل واحد بصير اتناش فاصل خمسة فاصل اتنين ويصifer الالوم يعني هو هذا تاني تحديس اتناش ونص بيصل لالبي تنتي لايتلى ل Sayle offs دار surveys is the yellow الذي يصل على الامال وهو عبارة عن تحديس امان لشهر جولاي 2021 وانتعارفين م Upper name واحد حالي تحديس امان مهم جدا بكون تحديس الامان مثلا بتخطى مثلاً عندك إيش تحديث أمان يعني مثلاً بيكون عندك إحساب جوجل ممكن يكون فيه ناس بتقدر تتخطى بيجي له بيسدوا الطغرة هذي مثلاً عدم تخطيه تمام؟ هذا اسمها تحديثات أمان الطغرة مثلاً معينة بخش لك منها واحد مثلاً لسرقة مثلاً أو لاختراق الهاتف يعني حاجات كتير في الموضيح هذي يعني حاجات كتير بيكون فيه طغرات بيتم اختراقه فهم بيسدوا هذي الطغرة والآن الريدمي 7A شايفين 7A؟ النوت 7 جاله 12.5 لكن مش كل الموهيزات فيه الريدمي 7A تحديث 12.5.1 على أندرويد 10 للنسخة الصينية يعني النسخة العالمية قريباً اللي هو عبارة عن تحديث ركافاري روم الريدمي نوت 9T 5G العالمي والله اليوم إصدارات عالمية حبطرش 12.5.4 على أندرويد 11 بدون يرضوا الإصدارات العالمية بعد ما عملنا الاستبيان الجماعة استوحشوا الصحيح بعد ما عملنا الاستبيان الجماعة استوحشوا اللي ما شافش الاستبيان ضروري كل واحد فيك يسجل ويسجل في الاستبيان زي ما أهلاً سجلت في الفيديو حط لك الفيديو في العالم البيضاء الاستبيان مهم جداً هذا لتحسين واجهة شاومي الـ OTA 12.5.2 بيصير 12.5.4 وركافاري روم وهو عبارة عن update android security batch to july تحديث أمال لشهر جولاي 2021 التحديثات هذه اللي بتصل من شاومي تحديثات يعني بتقدر تقول الشهر هذا اللي احنا شايفينه كان بداية شهر اغسطس الصحيح الواحد بنامو بغتوس يعني ريح راسك التحديثات كلها ان شاء الله ابتصل وبتصلك ان شاء الله بشكل سريع زي ما انت شايفين للمسجين للمسجين إذا انت يعني دايما يعني حاول تبع موضوع التسجيل علشان يصلك التحديثات اولا باول. وهيكا التحديثات اللي وصلت والتحديثات اللي هتيجي تقريبا حاكيتها يعني التحديثات المهم جدا وصلت. الان هنبلش نشوف الاجهزة ان شاء الله طبعا 9s و 9برو ان شاء الله بيصلوا. نبلش الان نشوف الاجهزة الثانية الاقتصادية التسعة اي والتسعة سي والاجهزة هذه اللي هي انتم عارفينها بدنا نشوف الاندرويد وتبقيها اللي يصل ان شاء الله بظل وصل الامتو هيك الامور لوز اللوز هيصل للايش لتسعة سي وباقي الموبايلات واجهزة شاومة ما شاء الله كتير لا تعد يعني كتير كتير من الاجهزة شاومة سيصلها ان شاء الله اندرويد 11 وهيصلها 12 ونصف وفي ناس مش للاسف في اجهزة مش هيصلها الاندرويد 11 زي النوت 7 والريدم 7 ايه والتمانية والتمانية مش هيصلهم اندرويد 11 زي ما احنا شايفين وان شاء الله يكون في تحديث في هذا الموضوع الافضل ولا تنسى لايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصل لك كل جديد ونلتقي في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعونا على التليجرام عشان في عنا حاجة مهمة في التليجرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام